موسيقى 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 يجب تعرف لنا المشاريع المحيطة المراسي لأن أسواج لا تعرف كرا مراسي بالتغير محاربة موسيقى موسيقى طبعا مثل ما تعرفون مراسي يقع مشروع مراسي من ضمن مشروع ديار محرك مشروع ديار محرك طبعا تقريبا مساحة عشرة مليون متر مربع مراسي تقريبا يقطي تقريبا عشرة في المئة من هذه المساحة من ضمن ديار محرك في عندكم مشروع السوق التنين السوق الصيني سوق البراحة اللي تم افتتاحه مبدئيا قريبا في الفترة السابقة اللي هو السوق البحريني الشعبي من ضمنه فيه سوق مركزي وفيه محلات تقاطي أكثر اللي هو المحلات البحرينية التغليدية عندك طبعا المشاريع الأخرى من ضمن ديار السكنية أو مشاريع تأزئة بسيطة من ضمنها مدارس خاصة المفروض أنه يبتدون في إنشاء الجامعة تطبيقية غريبا تم افتتاح مدرسة النور وكانو والمدرسة الكندية فنقدر نقول مشروع متكامل إذا رجعنا للمراسي مراجي طبعا يعني قطي مجمع تجاري ضخم فنادق من ضمنها فنادق اللي هو فيدا وأدرس والشقاق السكنية التابعة لها شقاق سكنية متصلة اتصال مباشر مع مراسي غالرية اللي هو المجمع التجاري وفيه شقاق سكنية خارج المجمع تم تسليمها حتى مثل مراسي شورز ومراسي بوليبارد فنقدر نقول إنه مشروع متكامل اعتقد اللي هو المشروع الوحيد في المنطقة اللي هو بهذا الحجم على ساحل مثل ساحل مراسي إن شاء الله يكون افتتاح طبعاً تم افتتاح فيدا الفندق فندق فيدا والشقاق الفندقية للبيدا وإن شاء الله يكون افتتاح الأدرس وشقاق اللي هو الفندقية للأدرس خلال شهر سبتمبر القادم إن شاء الله المجمع طبعاً من أكبر مجمعات التجارية في البحرين بيتضمن طبعاً محلات كثيرة جديدة للبحرين أول مرة تجد البحرين اللي هو احنا نسميه اللاججري أو المحلات الفخمة بالقرب من الفنادق بيكون فيه مطاعم عندها فاتح مباشر على المجمع وعلى الساحل على ثلاث طوابق بيكون فيه الخدمات الأخرى مثل اللي هو السوبر ماركت الهايبر ماركت المناطق الألعاب لاطفال عندنا الأكويريوم هذي بعد أول مرة بيكون حجم كبير بإدارة أعمار للترفيه والخدمات طبعاً الأخرى مصاحبة للمجمع فبيكون من ضمن خلنا نقول المشاريع المهمة الجذب السياحة للبحرين إن شاء الله نحاول على خلنا نقول الربع الأول من السنة اليائية يعني شهر ثنين أو ثلاثة إن شاء الله من العام القادم شاطئ مراسي تقريباً ألفين متر تقريباً كيلوين يتقسم على أربع شواطئ بيكون طبعاً فيه شواطئ خاصة بالفنادق شواطئ خاصة بالسكان وشواطئ للعامة طبعاً نحاول قد ما نقدر إن احنا نخدم بعد غير السكان طبعاً الزوار للبحرين إنه يكون عندهم شاطئ مستوى البحرين مثل الشواطئ الأخرى إن شاء الله بيكون فيه مطاعم على واجهة المجمع التجاري يعني بيكون مطاعم طبعاً درجة أولى وبيكون فيها اللي هو الوجبات اللي نسميها داين إن أوكي فما بيكون بس اللي هو الوجبات السريعة أكيد لا فيه اسماء مشهورة وكبيرة ومطاعم معروفة ونعلن عنها جريب إن شاء الله يعني الزوار سوى أنه كان حق شاطئ نفسه أو زوار للديار سوى أنه كان حق الدراجون أو سوق البراحة الحمد لله أكثر من من قبل الكورونا أو قبل الكوبيد هو أكيد طبعاً المشروع لما يقع من ضمن مخطط كامل وشامل وفيه عدد سكان معين أو عدد سكان كافي لتقضية احتياجات المجمع أو تقضية عدد الزوار للمفروض أنه يحتاجها المجمع أكيد بيساعد بس ما ننسى إن يعني ديار المحرك تقع تقريباً في نص اللي هو جزيرة المحرك فعندك أمواج وعندك دلمونيا وعندك المناطق الأخرى اللي هي سماهيج وقلالي والحيد هاي كلها في جزيرة المحرك يعني فعدد سكان الحمد لله كبير بالإضافة للزوار وغربة من المطار بيكون عامل جد بالسواح اللي على طول ينزلون طبعاً من مطار البحرين إلى المشروع نفسه فإن شاء الله نتمنى أنه يكون شيء جديد إضافة جديدة للسياحة في البحرين وهذه إن شاء الله المتوقع إحنا طبعاً في البحرين ما نركز على السياحة العائلية فقط طبعاً فيه سياحة اللي هي الأعمال وفيه سياحة عائلية فيه عائلية أو سياحة خلنا نقول أجنبية من الخارج خليجية سواء كان يعني شباب خليجيين يعني في عندنا شباب ما شاء الله خليجيين ويحبون أن يقعدون سواء كان يومين أو الثلاثة أو إجازة ونرحب فيهم بالعكس فإحنا لا إحنا نوفر الخدمة للجميع سواء كان سياحة عائلية أو شبابية أو الأعمال يعني كل الخدمات متوفرة للكل طبعاً العائلية طبعاً أكثر في البحرين بحكم يعني اللي هو السياحة الخليجيين أو أخوان الخليجيين زياراتهم للبحرين أكثر هم عوائل فأكيد لازم نركز على السياحة العائلية والله إحنا أول شيء نفتح اللي هو المشروع الأهم اللي هو المجمع بالفنادق إن شاء الله بداية السنة القادمة على أساس أن نكمل مشروع كامل لا نحتاج تقريباً من خمس لست سنوات إنه يكتمل كامل كم مشروع مراسل البحرين طبعاً مو بصغير يعني أنت قعد تتكلم عن لما تتكلم عن جنوب الديار المنطقة اللي هي تقريباً حالياً مكتملة التطوير أو بتكتمل خلال من سنة إلى سنتين كاملة مو بصغيرة إذا بتقارنها لمناطق ثانية كمناطق السيف هذه تعتبر ثلاث مرات على منطقات السيف كلها لا أعتقد إن شاء الله إنه في إضافات تمت إضافات تفل البحرين عن طريق مشروع ديار المحرق وإن شاء الله في إضافات جديدة بتضيف وتكون عامل جذب للسياحة في البحرين البحرين تستاهل إنه الناس تعرف المشاريع اللي موجودة للناس برع وأهمها أعتقد الشواطئ الجديدة مثل ما تكلمنا اللي تم إضافاتها في البحرين الشواطئ المستقبلية لأنها بتكون عامل جذب للزوار للبحرين بحكم إنه عندنا يعني جزيرة أوكي فأعتقد من أهم المشاريع المفروض إنها تكون تطوير الشواطئ وهذا اللي نحاول إحنا نسوي يعني أو نعمل فيه سواء إنه كان عن طريق مشاريع ديار المحرق أو مشاريع الأخرى موسيقى ترجمة نانسي قنقر